اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع سعادة السيدة ميشيل باتشليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وخلال الاجتماع أكد سعادة وزير الخارجية حرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى على احترام مبادئ حقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق والعهود الدولية بما يتفق مع ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين وتشريعاتها الوطنية وعرب سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن اعتزاز مملكة البحرين بعضويتها في مجلس حقوق الإنسان بعد كسبها ونيلها ثقة المجتمع الدولي وحصولها على 165 صوتا وفق برنامج عمل متطور مضحا سعادة وهمية مجلس حقوق الإنسان وعضوية مملكة البحرين فيه لترسيخ وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان ودعم التطور والإسهام في العمل الحقوقي بما يلب الأهداف المشتركة مشيدا بدور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مختلف دول العالم مؤكدا حرص مملكة البحرين على دعم عمل فوضية وموصلة التعاون والعمل المشترك جنبا إلى جنب في كل ما من شأنه بناء القدرات وتبادل الخبرات والدعم الفني في مجال حقوق الإنسان من جانبها سعادة السيدة ميشيل باتشليت سعادة وزير الخارجية على توليه منصبه الجديد ونوهت بسعي مملكة البحرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر